موسيقى من اتفاقات ظهران إلى القبول بوجود قوة دولية في الحديدة وحتى إتمام صفقة تبادل أسراً مع السعودية تميل جماعة الحوثي لتقديم التنازلات للخارج في حين تعرقل جميع الاتفاقات مع الحكومة الشرعية موسيقى أهلاً بكم إلى فضاء حر مضى أكثر من شهر على توقيع اتفاق تبادل الأسرا والمعتقلين بين الحكومة وميليشيا الحوثي ومع ذلك لا تزال الجماعة تعيق تنفيذ الاتفاق وعوضاً عن التنفيذ ذهب الحوثيون لإطلاق صراح جندياً سعودي يقول البعض إن هذا الأمر ليس مجرد صدفة أو حالة إنسانية مستعجلة كما تم تقديمها بل إنه يأتي في سياق أكبر ومستمر يشهد على أن ميليشيا الحوثي مستعدة دائماً لتقديم التنازلات للخارج في حين أنها لا تعطي اليمنيين سوى الحض قبل أكثر من عامين ذهب الحوثيون إلى ظهران الجنوب السعودية وكانوا مستعدين لتقديم التنازلات المطلوبة منهم حتى إنهم قاموا بنزع الألغام التي كانوا قد زرعوها في المناطق الحدودية ثم عادوا في اتفاق السوكهون ليقبلوا بتواجد قوة دولية في الحديدة على الرغم من كل الشعارات التي يرفعونها والتي تؤكد أنهم الفريق المدافع عن سيادة البلد يبقى التساؤل لماذا تميد جماعة الحوثي لتقديم كل هذه التنازلات للخارج في حين أنها تعمل على عرقلة أي اتفاق مع الأطراف اليمنية ما هو السياق التاريخي والهدف السياسي لهذا السلوك الحوثي؟ للنقاش سيكون معنا من مأرب الكاتب والباحث يحيى الثلاية ومن الولايات المتحدة الناشط محمد الزبيدي أرحب بكم ضيفي الكريمين وأبدأ معك سيد الزبيدي بالسؤال المشترك إطلاق صراح أسير سعودي وعرقلة لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين مع الحكومة الشرعية في أي سياق تفهم هذا السلوك لجماعة الحوثي؟ أولاً أحياك الله ودعني وأحيي ضيفك الكريم على هذه الحضور في البداية إطلاق الأسير السعودي الذي كان لدى سلطة انصار الله كانت حالة إنسانية بعد أن تم عرقلة تبادله من قبل النظام السعودي ورغم تلك المناشدات التي أطلقها الأسير السعودي لحكومته بسرعان مبادلة بأسير يمني حتى يتم سفر إلى الخارج في ظل الظروف المأسوية التي يمر بها الوطن اليمني من حصار ولموانيه ومطاراته مما يعثر سفر المرضى إلى الخارج لتلقي العلاق وخاصة المرضى الذوي الأمراض المزمنة التي لا يجد لها علاج في اليمن أو مع شحاحة الإمكانيات في ظل هذا العصار فقضية الأسير السعودي كانت قضية إنسانية قبل أن تكون لها أي أهداف سياسية أو ليس لها أي علاقة بالملف السياسي أو ملف الأسرى كما كانت قضية إنسانية بشكل خاص وقد جاءت هذه المبادرة من قبل السيد عبد الملك العوثي بإطلاق صراحة كون قضيته أو حالته حالة إنسانية ويستدعى سفر إلى الخارج وكانت حالته مأساوية وتم تسليمه إلى الصليب الأحمر وكذلك رفع تقرير إلى الأمم المتحدة بحالته وبحالة المريض هذا وتم تسليمه على هذا الأساس طيب دعني أنقل هذا النقطة لضيف الآخر الكاتب والباحث أستاذ يحياء ثلية من مأرب أستاذ يحياء سمعت ما يقوله مسألة التبادل كانت حالة إنسانية وبادرة من جماعة الحوثي لهذا الأسير السعودي المتعب المريض أسألك ذات السؤال هذا الإطلاق في أي سير يعني إطلاق صراح هذا الأسير وفي نفس الوقت العرقلة الحاصلة في تنفيذ تبادل اتفاق تبادل الأسرة في أي سياق تضع هذين الأمرين مساء الخير عليكم أستاذ وجيو على ضيفك الكريم من الولايات المتحدة فيما يتعلق أولا بإطلاق الأسير بتحرير الأسير السعودي أولا نبارك له ولكل أسير نال حريته من سيون المعتقلات وعقبة لبقية الأسرة الذين اعتقلتهم الميليشيات الحوثيهم بالآلاف نالمانيين وهناك عدد من إخواننا السعوديين الحديث عن أن إطلاق الأسير السعودي جاء حالة إنسانية يعني يبدو كلام ساذج وكلام سخيف أساسا هذه جماعة غير سوية وغير إنسانية ثانيا هناك أدلة وقراء تكذب أنه جاء في سياق إنساني تحرير الجندي السعودي البطل وعودته إلى بلاده جاء في إطار صفقة تبادل أسراء فالطائرة التي أقلت الجندي السعودي من بطار صنعاء الدولي طائرة الصليبة الأحمر الدولي ونقلته إلى الرياض عادت إلى صنعاء وفق اعترافات حوثية وهي تحمل على متنها سبع أسراء حوثيين أولهم من السلالة الهاشمية من بيت الكبزي استقبالهم عدد القادر المرتضى يوم أمس وتكلم أنهم عائدون من السعودية ما يعني أننا أمام حالة إطلاق أسراء تبادل أسراء ليس هناك أي جانب إنساني وليس من المنطقي ولا من المعقول أن يصدق أحد أن هذه الجماعة لديها دوافع إنسانية هي بالتأكيد تقدم التنازلات كلما شعرت أن سيف القوة طالها وبدأت تفضح خدعها وأكاذيبها إلا أن الحديث عن إنسانية يبدو زيف ساذج لا يمكن أن يتقبل به أحد عبد القادر المرتضى تحدث أمس عن سبع أسراء حوثيين عادوا على متن نفس الطائرة التي أقلت الجندي السعودي وبالتالي هنا تسقط حكاية الأسير أما الحديث عن أنهم أطلقوه لأسباب إنسانية أساسا فلماذا يعتقلون الآلاف من بيوتهم ومن طرقاتهم ومن أسواقهم من المدنيين ليسوا جنود حرب وليسوا أسراء دوافعهم إنسانية كثيرة مات في السجون كثير من اليمنيين المعتقلين في السجون الحوثي أين إنسانية الأفاق عبد الملك الحوثي منهم من يتاجر بقضايا اليمنيات التي اللواتي يقتاد هنا إلى السجون ويصورهن بأنهن عاهرات ويقتادهن إلى فلل ويصورها بيدعارة ويسرب على النشطاء من أتباعه قبل خصومه فضائح أخلاقية هو أعجز وأكذب من أن يتحدث عن التربسي حالة إنسانية زائفة طيب سمعت ما قاله يعني مسألة أن هناك سبعة سيدة زبيدي مسألة أن هناك سبعة أسرس من الحوثيين كانت حصيلة هذه الصفقة لم يكن المسألة كما يقول الأستاذ الثلية لم تكن المسألة مسألة بادرة لأنه في الأخير الحوثيين أخذوا سبعة أسرس أولاً وبداية دعني أقول لضيفك الكريم معلومات مجرد معلومات فيسبوكية لا صحة لها من الخبر ألم يقول عبد القادر المرتضى مسؤول من الأسرس لدى الحوثيين وأعلن ذلك أن هناك سبعة أسرس تلقوهم بعد يوم واحد من عملية إطلاق الأسير السعودي قد يكون من ضمن أو من سياق ملف الأسرس الذي الآن هم في صداء تفعيلة وتبادل الأسرس أما بالنسبة للأسير السعودي المريض والذي تم جاءت تسليمة إلى السلطات السعودية بمبادرة من السيد عبد الملك الحوثي وأنا أحيلك إلى إتاحة المبعوثة الأممي ماثرين جيريفيك الأخيرة التي قبل يومين دعا إلى أن يحذوا الفرقاء السياسيين والممثلين لما يسمى بالشرعية ويماعة هادي إلى أن يحذوا حدو السيد عبد الملك الحوثي وأن يروا بعين الرحمة إلى بعض الأسرى الذي في سجون الإمارات في عدن وإلى غيره وأن يحذوا حدو السيد عبد الملك الحوثي بإطلاق الأسرى ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يعانون من أمراض نزمنة في سجون الإمارات وكذلك في سجون السعودية وسجون ما يسمى بالشرعية في المناطق التي تسيطر عليها ضيفك يتحدث عن معتقلات سرية لجماعة أنصر الله ولكن متناسي أن هناك معتقلات في الجنوب بتقارير أمامية محترف بها هذا ليس موضوعا الآن أو في هذه النقطة الآن النقطة الحوثيون أطلقوا أسيرا ثم أخذوا سبعة أسرة هذه هي النقطة في هذا السؤال كلام أو معلومات فيسبوكية كما ذكرت في السابق لا صحيح لها يعني عبد القادر المرتضى يطلق كلام فيسبوكي نعم قد يتلقى الخبر من صفحة فلان وصفحة علان أو قد تكون مجرد فوبيا إعلامية زرعها مرتزقة السعودية والإمارات من أجل أن يخلطوا الأوراق ومن أجل أن يصوروا أن الحوثيين يسلموا رهائن السعودية ويأخذوا رهائن خاصين كما ذكر من السلالة الهاشمية وإلى آخر والأسطوان المشروقة التي يرددونها على مدار الثلاثة السنين الماضية طيب أنقل هذه النقطة مسألة تصريح المبعوث الأممي أستاذ الثلاية سيد الثلاية يعني يتحدث المبعوث الخاص ويقول بالنص إنه يرحب بقيام أنصار الله جماعة الحوثي بإطلاق الصراح غير المشروط للأسير السعودي يعني مسألة التزامن ربما يمكن فهمها في سياق آخر أولاً الضيفك الكريم من واشنطن من أمريكا كانت تحدث في البداية أنه كذب حكاية تبادل الأسرة وبعد ذلك اعترف ثم عاد للتناقض مرة أخرى أولاً هناك أحد الأطراف كاذب إما أن عبدالقادر المرتضى كاذب أو أن ضيفك الكريم من واشنطن من أمريكا كاذب أو أنهم الاثنين ذهبوا باتجاه الأكاذيب التي يرددونها أن عبد الملك الحوثي يتلبسه حال إنسانية الحديث عن وجود المبعوث الأممي في صفقة نقل الأسير من صنعة إلى الرياض ونقل سبعة أسرع من الرياض إلى صنعة حوثيين مقابل جندي سعودي هذا يؤكد أن القضية خارج الإطار الإنساني المسؤول المبعوث الأممي مارتين جريفت هو من رعى وأشرف على اتفاقية تبادل الأسرة ووقعوها في استوكهولم ووقعها عبدالقادر المرتضى ذاته مع ممثل الحكومة الشرعية في لقنة الأسرة وبالتالي يصبح الحديث عن حالة إنسانية يشرف عليها من دوب المبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مجرد سخة في حاول الحوثيون التغطية به على أتباعهم وقطعانهم في الداخل أما أن يتحدث هذا الكلام يعني مواري للحوثي من أمريكا يفترض أنه اكتسب من قيم الحرية والانفتاح والمستقية التي تتعرض على الحديث فالناس ليسوا في صنعاء أو في قرياء هذه ليست النقطة ليست نقطتنا الآن مسألة اكتساب هذه القيام لكلا الطرفين لا أريد أن أخرج عن سياق الموضوع أنت بدأت أيضا أستاذ محمد بالحديث على مناطق سيطرات الحكومة الشرعية الآن الأستاذ يحي يتحدث على نقاط أخرى خارج موضوعي الآن النقطة التي أريد الانتقال إليها الآن وأسألك سيد الزبيدي فيها يعني في نهاية المطاف كان هناك أسير كان هناك بالمقابل سبعة أسرة في النهاية من أطلق صراحه هو أسير سعودي لكن هذه البادرة هذا العطف الذي يقدم عبد الملك الحوثي لم يأتي لليمنيين بل أتى لأسير سعودي في نهاية المطاف مبادرة إطلاق الأسير هناك تصحيح معلومة لأن ضيفك الكريم ذكر بأني حاولت أن أموح على فكرة تسليم الأسير السعودي إلى سلطات السعودية نعم تم تسليم الأسير السعودي إلى النظام السعودي ولكن لا أعتقد أن هناك كما ذكر ضيفك مبادرة أسرة بعدد ما وبخصوصية أخرى ليس هناك هناك حالة إنسانية للأسير السعودي هذا تم تسليمه إلى سلطات السعودي وماذا عن الحالة الإنسانية التي تنقلها الكثير من وكالات الأنباء العالمية المعلومات المحلية التقارير المحلية التي تقول أن هناك أسرة يمنيين من لحم ودم يمني في نهاية المطاف قاضعين في سجون في صنعها هناك معتقلين سياسيين نعم هناك معتقلين سياسيين شاركوا برفع إحداثيات للسعودية بضرب المواقع المدنية هناك معتقلين شاركوا بالحرب أو كانوا عبارة عن أجندة في الداخل اليمني لزعزعة الأمن والاستقرار لا ننكر الشيء هذا ولكن لا يعاملوا بما يتعامل به الأسرة اليمنين في المناطق التي سيطر عليها الشرعية وفي السجون الإماراتي والسعودية هناك إشراف أممي على ما يسمى بملف الأسرة وقد كانت الصورة واضحة لملف الأسرة التي قدمه وفد أنصار الله في مفاوضات السويد الأخيرة والتي كانت على أعلى مستوى بتقديم الأسرة كل الأسرة بينما رأينا الطرف الآخر يبعث رسائل بالفيسبوك وعلى مواقع التواصل الإكسماعي من لديه أسير فليرفق اسمه وصفته طيب لماذا العرقل الآن؟ لماذا لم يطلق الحوثيون السجناء في نهاية المطاف؟ من جهة السعودية وإجنة الداخل المرؤوس الأممي يقول أن هؤلاء السجناء ولا يقول أنهم أسرة بالمناسبة لماذا لم يطلق الحوثيون إلى الآن هؤلاء السجناء القابعين في سجون في صنعاء؟ يا أخي العزيز هناك ملف للأسرة ملف متكامل تم الاتفاق عليه في مقاوضات السويد الأخيرة وتمت من الطرفين بتبادل الأسرة باتفاقات متكاملة على آلية كاملة وملف متكامل متكون من آلاف من الأسرة من كل الطرفين ولكن لم تتم أي تسليم لحد الآن بسبب العرقل الأخيرة والخروقات التي تجري في الحديدة وقد رأيت في الفترة الأخيرة خروقات عديدة آلاف الغارات وعشرات الغارات على مدينة الحديدة في ظل تواجد المبعوث الأممي لحفظ السلام في الحديدة فكيف تريد أن يسلم ملف الأسرة وأن تروح تسليم الأسرة إلى ما كان اليمنين يتمنوا أن يحصل في الأيام القادمة بعد مفاوضة السويد لكن على الرغم يعني أستاذ محمد أن تقول أن التحالف يضرب لكن مع ذلك أخرج الحوثيون أسير سعودي لكن لا يمكن لهم أن يخرجوا سجناء يمنيين الأسير السعودي خرج من صنعاء عبر منظمة صحية دولية عبر منظمة الصليب الأحمر واتفاق الأسرة واتفاق السجناء ترعاها الأمم المتحدة واللجنة دولية للصليب الأحمر لا زال قيد العمل ملف الأسرة لا زال قيد المناقشة والبحث فيه وسيتم بإذن الله في القريب العجل إذا تم التوافق من طرف أجندة السعودية المتمثرة بشرعية هذه لأنهم هم من يعرقلوا تسليم الأسرة لأن هناك أسرة لا يريدوا أن يسلمون يريدوا أن يعرقلوا ملف الأسرة من أجل أن لا يسلموا الأسرة اليمنيين الذي يقبعوا في سجون الإمارات والسعودية لأنهم خوفا من أن هناك أسرة تم التعامل معهم بوحشية وتم التعامل معهم بطرق غير شرعية ولا تناسب القيامة الإنسانية وقد يكون بعضهم في قيد النسيان وقد توفى من التعذيب وغيرها لذلك هم يعرقلوا هذه الملف ويحاولوا أن يعقلوا سير هذا الملف وقد بادروا بخروقات الحديدة وكانت صورة واضحة وجلية دعني أنقل هذه النقطة إذن العرقلة ليست من الحوثيين كما يقول ضيف الزبيدي من الولايات المتحدة أستاذ الثلاية العرقلة ليست منهم هم يريدوا أن يخرجوا من لديهم لكن المشكلة في أن هناك أسرة هناك سجناء بداخل السجون الموجودة في مناطق سيطرة الشرعية ولد التحالف وضعهم الصحي سيء يعانون كما يقول أولاً ضيفك الكريم عادة للحديث أن وما زال مصمم أن إطلاق الجندي السعودي حالة تبادل الأسرة جاءت في إطار حالة إنسانية يتيمة بينما بقية الأسرة متعلقة الإنسانية عبد الملك الحوثي يتجاههم متعلقة بإنجاز ملف الأسرة بشكل عام ومن ثم سيتم إطلاقهم بغض النظر عن من يتحمل العرقلة وهم يدركون ذلك جيداً لكن هل يعلم ضيفك من أمريكا أن هناك المئات وأنا أتحدث عن أكثر يعني عن المئات من كل جانب من الطرفين مئات من جانب الحكومة الشرعية ومن جانب الشعب اليمني بشكل عام ومئات من أسرة الحوثي الذين اقتدوا في الجبهات تم تبادلهم في صفقات تبادل أسرة خلال الفترة الماضية هل كان الأمر حالة إنسانية؟ أنا أتحدث جيداً وأدرك معنا كلامي أن هناك المئات وربما يتجاوز الأمر إلى الآلاف ممن تم إطلاقهم خلال الأشهر الماضية من اليمنيين الذين اعتقلهم الحوثي تم مبادلتهم بأسرة بأسرة حرب حوثيين تم اعتقلوا في الجبهات هناك مئات ربما الآلاف عبرمان هل يعلم أن أخذ محمد الزبيدي هذه المعلومات؟ أستاذ سلائي عبرمان إذن تبادل صفقات الأسرة يجري كل المتابعين للشأن اليمني يدركون ذلك جيداً أنا متابع جيد لملف الأسرة خلال الأشهر الماضية تم إطلاق أكثر من ألف أسير من الجانبين في صفقات تبادل مباشرة ليس هناك حالة إنسانية تمت من جانب الحوثي عن الجانبين هل تقصد الحكومة الشرعية والحوثيين أم تقصد أطراف معينة بداخل موالية للحكومة ربما؟ ليس هناك أطراف موالية للحكومة كل الأطراف السياسية والاجتماعية التي في إطار مناطق الشرعية تتحرك وفق غطاء الشرعية وبتنسيق مع التحالف العربي ليس هناك أطراف يتحرك بأجندة مستقلة كل اليمنيين في المناطق المحررة يخضرون لسلطة واحدة كلامك هذا سيد الثلية يقترح أن الحوثيين إذن ليس لديهم مصلحة من عرقلة اتفاق الأسرة المتوافق عليه في السوكهول المشكلة إذن يبدو أنها فعلا لدى الحكومة الشرعية في أنها كما قال ضيفي جمعت أسماء الأسرة في أثناء الحديث على الاتفاق وهناك منشورات على تويتر وفيسبوك تطلب أسماء أسرة نشرت في يوم الاتفاق أسماء لجوء الحكومة إلى وسائل التواصل الاجتماعي لطلب الإبلاغ من اليمنيين عن وجود أسرة لديهم هذا يؤكد أن من اعتقلهم الحوثي في سجونه يعني ينتمون إلى فئات الشعب ليسوا أسرة اعتقلهم في مناطق سلطته جاءت البلاغات كثيرة من اليمنيين الذين لم يكن أحد يعلم مصيرهم الحوثي يعتقلوا من هو موالي للشرعية ومن ليس موالي بمجرد أي جريرة يشك فيها في تاجر أو في سالك طريق أو في موظف أو في أي خصم في مسجد في جامعة في مدرسة يقتادهم إلى المعتقلات فضلا عمن يتم تصنيفهم تحت تهم سياسية وللعلم ضيفك اعترفها بكلمة معتقلين سياسيين في سجون الحوثي الحوثي لم يعترف مطلقا بمعتقلين سياسيين ويصنف الجميع أنهم أسرع هذا الاعتراف عن معتقلين سياسيين هو إدانة للحوثيين لأن الاعتقالات السياسية تجرم أو تفترض عقوبة جنائية موجودة وتقرها كل تشريعات المحلية والدينية والدولية الحديث عن معتقلين سياسيين هو اعتراف أن الحوثيين مارسوا اعتقالات سياسية ورغم إصرارهم على تصريفهم بأنهم أسرع حرب أما حكاية العرقلة فمن يعرقل هو الجانب الحوثي الذي يتحدث اليوم عن حالة إنسانية تجاه الجندي السعودي هو نفسه من يمنع حتى الاتصال والمناشدة من ظهور عضو الهيئة العليا التجير معلم الإصلاة محمد قحطان هم أنفسهم من يعتقلون حوالي ثلاثين صحفيا لم يسمحوا لهم حتى بالمناشدة أين الحالة الإنسانية منها؟ الحوثي يزايد بخصوم السياسيين يعتقل شقيق الرئيس هادي وسمح له بالاتصال في إطارهم زايدة يعتقل محمود الصبيحي وكان قد وعد بإطلاقه ولم يتم صفقة إطلاقه أين الإنسانية تجاه هذه الحالات؟ من يفرز الناس إلى مستويات معينة هو الجماعة الحوثية وتريد الضغط بالمعتقلين السياسيين واستخدامهم إما كرهائن حرب أو كوسائل ابتزاز ضد الحكومة الشرعية وضد أهالي المعتقلين الذين ولعلك تعلم أنها قبل أسبوعين وجه المحكمة الجزائية المتخصة وجهت بمصادرة منزل محمد بن محمد قحطان بتهمت أنه فار من وجه العدالة رغم أنه في سجونها لو لا أنها شعرت بالفضيحة وتداركت الأمر لاحقا في نقطة يعني دعونا نترك ملف الأسير السعودي والتبادل الآن هناك نقطة مهمة يشير إليها كثيرون سيد الزبيدي يعني هذه المرة لم تكن الأولى في سياق التعامل الحوثي اللين مع الخارج إن صح التعبير الحوثيون ذهبوا إلى ظهران الجنوب أقاموا تفاهمات مع السعودية في حينها وحتى أنهم قاموا بنزع الغام على المناطق الحدودية في سياق إثبات حسن النوايا لكن للخارج كذلك الآن في السوك هولم يقبلون وفق الاتفاق السويد بوجود قوة دولية الآن هناك 75 مراقبا دوليا على الأقل سيكونوا في الحديدة لمراقبة وقف إطلاق النار على الرغم من كل الشعارات التي يرفعها الحوثيون يعني يمكن التنازل للخارج لكن لبقية اليمنيين للطرف الآخر من اليمنيين المسألة حرام أولاً 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 وبدايةً دعني أصحح عبارة قلتها قوة إقليمية ليس هناك ما يسمى بقوة إقليمية فريق دولي أتى بموافقة كل الأطراف السياسية بما فيها حركة أنصر الله وأجندة السعودية المتمثلة بشرعية هذه فريق دولي لحفظ السلام بعد مفاوضات السويد تم واتفق اليمنيين على أن يكون هناك فريق أممي ممثل بقوات حفظ السلام في الحديدة من أجل أن لا يستمر النزاع في داخل المدينة أو أن تكون هناك تأزم للحالة الإنسانية المتواجدة في الحديدة فليس هناك قوات دولية كما تسميها وإنما فريق فريق لقوات حفظ السلام متواجد من أجل أن يتم إيقاف أو إطلاق النار في المناطق الحدودية على مدينة الحديدة ليست ما يسمى تنازل ألم ينزع حسيون الألغام من المناطق الحدودية فيما يستمر بنشر الألغام في الأراضي اليمنية التي تحصد يوما بعد آخر وفقا للتقارير المحلية والدولية أرواح اليمنيين في الماضي هناك العديد من مبادرات الوصول إلى السلام مع السعودية كانت أو مع القواء والفرقاء السياسيين مضت عليها فترة من الزمن ولا أعتقد أنه لا يسمى بنزع للغام لأن هذه كلها معلومات قيلت في السوشيو ميديا وغيرها ولم تكن أكيدها بشكل مباشر دعنا نتحدث عن ملف الحديدة وما تسميه بإعطاء تنازلات للخارج إن صار الله أعطوا تنازل من أجل اليمنيين من أجل أن يحفظوا دماء اليمنيين في الحديدة حتى وإن كان في هذا التنازل ضرب السيادة ولم تحول الحديدة إلى مدينة اقتتال كما تحصل في تعز وغيرها من المناطق اليمنية التي تدور فيها المعارك بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة النظام السعودي ما قام به أن صار الله في الحديدة تسليمها لقوة حفظ السلام الممثلة من الأمم المتحدة كما تم الاتفاق على هذا الشيء من قبل الطرفين طرف أنصار الله وطرف هادي وجماعة في مفاوضات السويدة الأخيرة فلم تكن تنازل وإنما كان اتفاق بين فرقاء سياسيين يمنيين اتفقوا على أمر فباشروا بالعمل عليه بتواجد المبعوث الأممي المفوض من الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية أو الملف اليمني فهذا هو التعبير الصحيح لما حصل في قضية الحديدة وليس تسليم أو تنازل لقوة خارية كما سميتها أو كما تقال طيب الآن يعني أسألك سيد الثلاية الحوثيون يقولون في تبرير أي سلوك أنهم من هذا العين يعني التفاوض مع الخارج أقصد أنه لأنهم لا يجدون طرفا يمنيا يمكن أن يكون فاعل يقولون قرار شرعية وأنا أقول شرعية هم لا يقولون الشرعية يقولون أن قرارها بيد التحالف وبالتالي يصبح من المنطقي في نهاية المطاف مخاطبة الأصل للفرع أي التحالف مخاطبة الخارج وتقديم التنازلات له وليس الحكومة الشرعية لا مشكلة أن يتحدث الحوثي أن يخاطب من شاء في الداخل أو في الخارج في الشرعية أو التحالف بالنسبة لتكامل الشرعية والتحالف العربي الذي جاء لدعم الشرعية من الطبيعي نحن يعني هم شركاء يعني وحلفاء حرب مشتركة وقضية مشتركة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن جاء بطلب رئيس الجمهورية المنتخب الرئيس عبد الربو مصر هادي ومن غير المنطقي وخيار الرومنسي أن يتحدث الجميع أن تطلب طرفا ما إلى حرب ثم تتوقع أن لا يكون يعني حاضرا في يعني في القوة هناك إذا كنا اليوم إذا كان اليوم يتحدث لكن ألا يضرب هذا من سيادة القرار اليمني سيد السلايا ألا يضرب هذا من سيادة القرار الحكومة الشرعية مسألة وجود تفاوضات مباشرة بين جماعة الحوثين والتحالف أو السعودية تحديدا في الحديث عن التفاوضات من أنجز الاتفاق ومن كان الطرف الممثل للمفاوضات في السويد وفي الكويت وفي جنيف وفي بيل كلهم كانوا أطراف يمنية ومن وضعوا الاتفاق بشأن الأسرة كانوا يمنيين يعني يشهد العالم وكله أنه لم يتم توقيع مع غيرهم رغم أن الحوثيين هم الذين ظلوا طوال السنوات الماضية يزايدون على خصومهم على السلطة الشرعية وانتفضوا عليها بمبرر أنهم يقبلون بالخارج وأنهم لديهم موقف من الخارج اليوم يتحدث أنهم قبلوا بالتدخل الأممي في الحديدة لدواعي إنسانية أيضا نفس الدواعي الإنسانية هو يقول اتفاق سياسي ضيف الآخر زبيلي يقول الأطراف اليمنية اتفقت ما علينا لهم نعم ما دام نصل الأطراف اليمنية اتفقت فكيف نقول أنها التحالف وإذا كان لأجل مسلحة اليمنين فلماذا لا يسمح بوجود المراقبين الدوليين في الحديدة ويرفع في صنعه ويرفع سلطته عن المناطق التي يحتلها والتي هل لماذا لا يقف قذائفه وحصار عن تعز لماذا لا يقف طائرات الموت التي يرسلها باقي المدن اليمنية التي خارج سيطرتها هل يقبل أن تسلم أن يوجد مراقبين لسجونه في صنعاء دوليين أو من الداخل بالتأكيد لا يقبل ذلك هو هرب إلى فكرة الرقابة الدولية للحيلة التي دونها أو لكي متواهم أنه سيبقي له أثرا من بقاء سيطرة الحديدة لكن لا مجال أمامه إلا أن يسلم اليمنين بلادهم أو سيد فعثمان بايضا سواء حضر المجتمع الدولي أم لا تلاحظ الانكشاف الكبير الذي تورط في الرودي هذه النقطة ما مصلحته سيدة سلايا ما مصلحت الحوثيين من أنهم يسلموا الحديدة لقوة دولية كما تقول ظنوا أن القوات الدولية سيمررون عليها خدعات تسليمها تسليم الحديدة من عبد الحميدة المؤيد إلى عبد الرزاق المؤيد مدير أمن إلى من عينوا خفر السواحل هذه الأكاذيب ظنوا أنها ستنطلي على المجتمع الدولي وعلى الشرعية لكن وظنوا أنهم سيقدم لها تفسيرات معينة تخدم بقاءهم بعد أن رأوا قوات الشرعية والقوات المشتركة في الحديدة أطبقة الخناك عليها وباتجاه تحريرها وبعد أن أدركوا أن أبناء تهامة يرفضونهم كل الرفض عادوا إلى هذه التبريرات والاختباء وراء فكرة المراقبين الدوليين لكنهم حين رأوا جدية ووضع من الشرعية ومن المراقبين الدوليين افتعوا للمشاكل مع المراقب الدولي وقدم استقالته وهذه إدانة سجلت بحقهم وهم كانوا يتوقعوا أنه على الأقل سيحصل تقاسم كما يتقاسمون في المراحل الماضية لكنهم إما أن يعجوا ليس أمامهم بعد اليوم إلا أن يعجوا كمواطنين لهم ما لهم وعليهم لهم ما لغيرهم من المواطنين وعليهم ما على غيرهم أو أن يظلوا فيه أوهام الولايات والخرافة وسيدفعوا الثمن كاملا غير منقص طيب أسألك سيدة زبيدي يعني بوضع الاعتبار لكل ما تفضل به الأستاذ الثلاية الآن عندما أنت في الولايات المتحدة الأمريكية يعني في نهاية المطاف كيف يمكن تفسير شعارات الحوثيين التي تقول الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر إلى الإسلام كيف يمكن تفسيرها كيف يمكن تقديم هذه الشعارات وفي المقابل للخارج وفي المقابل التعامل معهم بهذا الشكل اللين الترحيب بالقوة الدولية مهما كان بينما هناك تقاتل مع اليمنيين نتعامل معهم حسب ما يمليه علينا حسب ما تمليه علينا سيادتنا الوطنية إن عاملونا بالحسنة نعاملهم بالحسنة وإن يألنا بالعسارة نعاملهم بالعسارة مهما يقول أما الشعارات السياسية وغيرها فهذا حرية شخصية لكل حركة سياسية أن تقول ما تشاء أما عن حديث ضيفك في التناقض الذي ذكر في حديثه عن أن السعودية وأنصار الله اتفقوا دون علم الشرعية وقدموا ملف أسرى خاص بهم وتم تبادل أسرى بين السعودية وأنصار الله إذا تم هذا الشيء كما ذكر ضيفك معنات أن السعودية تتعامل خلف الشرعية ولا تعير الشرعية أي اهتمام معنات أن السعودية هو يقول أن هذا الأمر يجري بموافقة الشرعية هم حلفاء في نهاية المطقة ما الذي قال هذا الكلام يا محمد ما الذي قال هذا الكلام يعني إذا حدث مثل هذا الكلام فهو حدثاً بالأخير أنا لا أقول هذا الكلام أنت تكذب على الهر بمعرفة السواد الأعظم من العالم بأن السعودية والإمارات هي صاحبة الشأن في الجنوب أو في المناطق التي سيطر عليها الشرعية أما حديثة عن أن أنصار الله سيرحلون هذا منطق عنصري يا زميلي أنت تتحدث بمنطق عنصري بأن أنصار الله يرحلوا أنصار الله لا يمكنك أن تقصيهم هم يمنيين منا وفينا ونحن منهم وفيهم ولن يمكن أن يقصي أحد يجب علينا أن نفهم معنى التعايش بيننا كيمنيين ونترك عنا النبرها العنصرية التي تتحدث بها عن رحيل أنصار الله تسليم أين يرحلوا؟ أنصار الله من الشعب اليمني هم أفراد يمنيين من الشعب اليمني وأغلبهم يمنيين لم يكونوا حتى من ما يسمى بالزيدية أو الهاشمية أو ما تسميها أنت كما تشاء وأنهم يمنيين مواطنين هناك من المؤتمرين يقاتلون في صف أنصار الله وهناك من الإصلاحيين وهناك من المستقلين من ليسوا من تمين لأي حزب سيازي يحاربوا ضد ما يسمى بالعدوان على اليمن أو التدخل السعودي الإماراتي في أشياءنا اليمني أو محاولة احتلال أو إيجاد موطق قدم للسعودية أو للقوى الأقليمية داخل اليمن فحركة أنصار الله ليست الوحيدة في الشارع اليمني الحاضنة الشعبية لأنصار الله تستاد كل يوم بفضل ما يقومون أو ما يواجهونه من عدوان سعودي وهما الوحيدون الذين وقفوا من كل القوى السياسية هم من بادروا بالوقوف في وجه السعودية وفي وجه التدخل السعودي الإماراتي ومحاولة احتلال المناطق اليمنية كما يحصل في الجنوب من قبل القوات الإماراتية ماذا تسمى ما يحصل في الجنوب؟ أليس احتلال؟ هل للشرعية أي سلطة على موانئ ومطارات الجنوب؟ لا هل لديها أي سلطة شرعية في المناطق الجنوبية؟ أو ما يسمى في مناطق الشرعية؟ لا المجلس الانتقالي لا يأبه بالشرعية ولا يعترف حتى بنظام هادري ولا يعترف بكونه كرئيس دولة عيد الريس الزبيدي تحدث وهناك هل ليس موضوع عن المجلس الانتقالي؟ هذا ليس موضوعي كان لدى السيد الثلية نقطة يريد أن يطرحها الصوت لم يكن واضحا أستاذ ثلية لديك الكلمة تفضل أولا هو أشان أنني تحدثت عن دخولهم في إتفاقات مجرم على السعودية أنا لم أشير إلى هذا الكلام مطلقا وهذا كذيب على الهواء مفضوح الأمر الأهم من هذا أشير 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 أش هؤلاء هم الذين يجب أن يرحلوا إما أن يكونوا مواطنين أو فل يرحلوا إلى مسبلة التاريخ هؤلاء هم علة البلاد وسبب مشكلتها المزمنة هؤلاء لم يستطيعوا أن يكونوا يمنيين لقرون هذه القلة القليلة فعلاً والعنصرية أنت تتأمتني بالعنصرية من يقول أن أغلب أنصار اليمنين فاوات تتأمتني بالعنصرية وإنما قلت لك يجب عليك أن تعيد إطار عليها عن النبرة العنصرية النبرة العنصرية لن تؤدي إلى حلاب السلام في اليمن في البداية للعلم أنني في البداية دعوتوا إلى رحيلهم باعتبارهم سلطة انقلابية غاشمة يأخي ليساً سلطة انقلابية أنصار الله أتوء إلى السلطة باعتراف الرئيس شرعي هذه هذه سلمة سلطة لأنصار الله باتفاق سياسي يا أستاذ محمد دعوكم إلى الفكرة لأني أعطيتك الوقت إلى النهار لا تقاطعني تفضل أستاذ يحيان أتفضل أنت قلت أنهم أغلبية يمنية والبقية غير يمنين إذن يجب أن نوتر السراع في هذا الإساس لم أقول أغلبية يمنية والبقية ليس يمنية وبالتالي عليها لا تقاطع أنت قلت أن أغلبهم يمنين هذا كلامك أنا لم أقول نعم أغلبهم يمنين بمعنى أن ما يسمى بأنصار الله وبحركة أنصار الله لا تقاطع على المنهب الزرقية أو على الحاشمين الأمر الآخر الأمر الآخر طيب دعنا نسمع أستاذ محمد دعنا نسمع النقطة الأخرى حتى نخرج يعني نريد أن نسمع كلنا النقاش تفضل أستاذ يحيان الحديث عن أغلبية يمنية وأقلية غير يمنية هنا أنا مع تأطير الصراح في هذا الإطار الذي أشار إليه الأخ محمد مشكلة نوم على أقلية غير يمنية إما أن يكون يمنين أو أفل يرحلوا إلى مزبلة التاريخ وليس أمامهم مجال إلا هذا الحديث عن أن الرئيس هادي سلم السلطة للحوثيين هذا كذب وإفق وما دام سلم السلطة فهو نفسه اليوم يقول بأنه يتحدث عن خلافات المجلس الانتقالي مع الشرعية ومع المشاكل التي حاصل في المناطق المحررة بسبب الإنقلاب أولا وأخيرا كل ما تشهده اليمن في المناطق المحررة والتي لم تحرر بعد هي بسبب الإنقلاب العنصرية السلالية الحوثي وفوق ذلك لم تصل المشاكل كلها التي في إطار مؤسسة الشرعية والمناطق المحررة إلى واحد ما وصلت إليه في صنعاء هؤلاء الذين لم يتورعوا عن التعامل البشع مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح حليفهم الذين لا طالموا وكذبوا عليه واستلموا الحكم بتحت ستاره قتلوه بشكل بشع واتهموا بأصناف الخيانة واليوم يتحدث عن أن هناك مؤتمرين يقاتلون معهم كل المؤتمرين معرضون لتومة الخيانة في مناطق الحوثيين لم تقتل الشرعية أحدا من حلفائها لم يتحدث عن أنهم خوانة هناك اختلافات الدارية تحصل في كثير من المناطق وهناك اختلافات لكن تضل القضايا المتفق عليها قضايا وطنية وأهم قضية متفق عليها بين اليمنيين وشركائهم وإخوانهم في التحالف أن جماعة الحوثي الإنقلابية جماعة سلالية زائفة تكذب على اليمنيين وساركت سلطتهم على حين غفلة منهم ولا مجال إلا أن ترحل إما بكونها يمنية ترحل كما يرحل أي طاغية ومجرم أو بكونها غير يمنية والتذهب كما صنفها الأخ محمد والتذهب بعد ذلك إلى مسرات التاريخ أستاذ محمد أنت لك لك الكلمة لكن أريد أيضا نقطة أخرى مهمة يعني اليماني وزير الخارجي رئيس الوفد الحكومي بعد حادثة سلامه بذلك الشكل على محمد عبد السلام في السوك هولم بعد الإعلان عن الاتفاق تحدث أيضا أنه ليس لديه مشكلة ليس لديه أي ليس لديه الحكومة الشرعية أي مشكلة مع الحوثيين إذا التزموا بالاتفاقات لكن هم خرقوا كما قال تقريبا 75 اتفاقا بينهم وبين الحكومة الشرعية يتحدث عن الحوثيين بينما نشاهد أن الاتفاقات التي تتم مع الخارج ينفذها الحوثيون بحذافيرها دون أي مشكلة لماذا؟ أولا حديثك عن اليماني هناك فرقاء سياسيين يا عزيزي وفي هذه الحالة يحصل تراشق اتهامات من هنا وهناك إذا كان الحوثي يقوم بتنفيذ الاتفاقيات مع مثلا قوى خارجية سواء دول أو كيانات لماذا الشرعية لم نراها أي سابقة في تنفيذ اتفاق ولو مرة واحدة؟ هل معقول أن الحوثي ينقذ كل الاتفاقيات والشرعية؟ القرارات الأممية ليست ضد الشرعية القرارات الأممية ضد عبد الملك الحوثي وأبو علي الحاكم قرارات أممية يعني معترف فيها ما نختلف على هذا الشأن ولكن حتى وأن كان هناك قرار أممي على من يعطي الشرعية للحاكم أو للكيان السياسي هو الشعب إذا ويدت الحاضنة الشعبية للحركة السياسية أو للمكون السياسي لا نأبه بما تقوله الأمم المتحدة وغيرها لأن الحاضنة الشعبية هي من تأتي الشعبية وأنترى أن اليمنيين قابلين بالحوثيين هناك قاعدة شعبية عظيمة في الداخل اليمني تقبل بسلطة الأنصار الله وتعترف بشرعيتهم كسلطة أمر واقع في المناطق التي يسيطروا عليها بينما نرى في الجنوب المجلس الانتقالي لا يعترف بشرعية هذه ما يسمون بالحراكة الانفصالية السلمية أو جماعة لا يعترفون بسلطة هذه هناك من هم من جماعة الأخوان المسلمين متناقضين عما تقوم بها السعودية والإمارات هناك اختلال في الشرعية واختلال ما يسمى بالكيان التي تمثلها الشرعية هناك فرقاء سياسين غير الفرقاء السياسين التي هم موثرين بأنصار الله فكيف لا أن نعترف بما يسمى الشرعية أو بما يسمى اتفاق مع الشرعية والقرار ليس بيدها لو كان القرار بيدها الشرعية لكان اليمنيين خلصوا من الفرقاء السياسية والحرب الدائرة بين الفرقاء السياسيين زائدا التدخل السعودي والإماراتي في الشأن اليمني كنا خلصنا من ثلاث سنين ولكن القرار في الرياض وفي الإمارات ليس بيد أحد من الممثلين الشرعية لو كان القرار السياسي بيد اليمنيين كنا خلصنا وكنا اتفاقنا وقعدنا على طاولة حوار ووصلنا إلى حلول سلمية وأنا أحيطك في هذه الإحاطة إلى أحاطة جمال بن عمر في آخر إحاطة الله قال كان اليمنيون على وشك وصول إلى حل سلمي شامل وكامل لو لا تدخل السعودية والإمارات بعدوانها الغاشم وحتى خلطة الأوراق لو لا التدخل السعودي والإماراتي لكانت اليمنيون وصلوا إلى حل سلمي شامل وكامل لكل القرارة لو لا التدخل السعودي الإماراتي التدخل التحالف بمعنى آخر لكانت الأمور على ما يرام كما يقول ضيفي الآخر عز البيدي أسألك سيد الثلاية وأيضا يفهم من كلامه من أمن العقوبة أساء الأدب يمكن أن يأتي هذا المثل في سياق ما يحدث الآن كيف ترد لو كانت الحكومة قادرة لكانت فعلت على الأرض فعلا من أمن العقوبة أساء الأدب وهو ما يحصل مع جماعة الحوثي أنها تحولت إلى جماعة إلى كوم من قلة الأدب لكن ليس أمان العقوبة لا يصبح إلى ما لا نهاية الذي يتحدث عنه هو قدم أوصاف رائع بحق السلطة الشرعية لكن السلطة الشرعية هي من هربت تبحث عن أشقائنا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول التحالف العربي لينقذونا من بطش الحوثيين من يتحدث عن إذا عدنا إلى سبب الحرب من هو الذي هو تحدث عن أن هناك مواطنين في المناطق غير المحررة يعترفون بسلطة أمر واقع وهو اعتراف المقهور لكن من الذي عاقى الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور من الذي عاقى العمل إلى الانتخابية هل لو كان الحوثي يعلم أنه مقبولا عند 1% من اليمنيين أو عند 5% هل سيعيقى لمسودة الدستور والتي كان الحوثي السفتاء عليها هل كان الحوثي مستعدا في يوم من الأيام ليدخل في المناطق فالانتخابية شريفة الشرعية من نحو الشعب لأي حاكم بالتأكيد لكن الحوثي يعتمد في شرعية الحيوانات المنوية على السلالة على الأوهام الخرافة التي لا تصح في القرن الـ 21 النبرة العنصرية هي الاعتماد على الحيوانات المنوية كما استلم حكم وليس على المطالبة لم يعد لنا وقت ولا أريد أن نهي الحلقة بلقفة جدلية سيد الثلائي سيد الزبيدي أشكركم أشكركم على تواجدك ما معنا في هذه الحلقة سيد يحيى الثلائي الكتب والباحث وكذا الناشط السياسي محمد الزبيدي كنت معنا عبر السكريب من الولايات المتحدة سيد الثلائي من مارف شكرا لكم شكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابع والإنصاف في ختام هذه الحلقة تقبل تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر